واخترته اكتر في استعدادات كايزر تشيفز. ده اللي يخلي لعب تلاقي اللي لازم ان تكون في اعلى درجات تركيزها وجديتها. سيبكوا من كل اللي بيتقال هنا. جيسيكا آآ موتونج دي مديرة التسويق في كايزر تشيفز. عملت مداخلة مع قناتهم تايم سبورتز. هي عندهم فخر كبير جدا ببيتسو موسيماني. سعداء جدا بتجربة بيتسو موسيماني شايفين هنا ده انجاز لكرة جنوب افريقيا. لكن رأيها في مباراة السابت وفي مواجهة الاهل ايه؟ نشوف جيسيكا مديرة التسويق في كايزر تشيفز. من وجهة نظرك شايفة زي مواجهة النادي الاهلي في نهاية هذه البطولة؟ تحدي كبير ان نواجه الاهلي هم الفريق ذو عراقة كبيرة وتاريخ كبير وفاز باللقب عدة مرات. بالنسبة لنا نحن نصنع تاريخ بوجودنا في النهائي لأول مرة. نحن جاهزون لهذا التحدي لاننا عملنا بمنتهى الجدية. كما ان لدينا تاريخ مع الفرق المصرية ولكن لم تكن المواجهات معظمها في صالحنا وكانت الاطقم الفنية انا ذاك لم تكن على المستوى اما الان فلدينا طاقم فني رائع جدا. نحن فريق لا يمكن الاستهانة به ابدا. نحن نفهم ثقافة الفوز ولدينا ثقافة الفوز ولكن بالتأكيد نكن كل الاحترام للنادي الاهلي. واضح اهتمام اولا اول مرة كازرشيف يلعب في النهائي. لعبوا قبل كده السوبر الافريقي قدامنا برضو. فذكرياتهم عن البطولة مع الاهلي طبعا مش يعني هتديهم حوافظ اضافية ان الامور دي ما تكررش. بالنسبة زي ما قلت لك مباراة الدور الواحد هي مباراة خطر جدا جدا وتذكر انت في الفل وثمانية ماتش الكاز اللي بينه وبين حرص ودور. اه. لدرجة ان الكابتن ابو تريكا كان عنده تكريم لافضل لاعب في دبي. في دبي. هو و اه. اي دابيور مش كده اه. اه اه. وكان حياتا يعني حيتكرم ياخد فلوس و اه. مفقش ما لجوسه. تكريم سوبر الاماراتين. وكان الفريق الزاهب اللي ندي الاعلي بقى. امم. وخسرنا الكاز. خلاص. مرغم ان احنا بعد كده لعبنا حرص الحدود وفي زينينا. الماتش اللي خسرنا الكاز فيه مقدرناش نكسب نحط جون في الوقت الاصلي وحتكمنا ضربات الجزاء وخسرنا السوبر فلا بطولة المباراة الواحدة حافلة بالمفاجآت نرجو نتكون مفاجآ سعيد يعني تنطوي على مفاجآ سعيدة لجمهير الله